بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يتبع الأئمة أهل البيت فهو ظال شو رائح اليوم تشيع الشيخ عندنا لا ما فيه تشيع يعني أنا أنا أود برضو أخرج عن سؤالي أنا اليوم أنت برضو مبتسم واليوم كما حدث فيها هذه الأشياء حدث فيه المقتل إذن مثل رحبة نعم ورجل عنده زوجة فضل مات طفل وولد الطفل يحزن أم يفرح؟ هيفرح لهذا ويحزن على هذا أحسن إذن ليس جبتني أنت جايبني بيوم؟ يقول أنا أراك فرحا ما رأيتك حزينة يقول إيه؟ رأيت الفرح وما رأيت الحزن طيب الحزن والله من لم يحزن على مقتل الحسين فهو منافق الله أكبر والذي لا إله إله ليسمع الناس حيث ما عندنا تقية ثم ما بجوز تقية بهذا الشكل وملايين من الناس يشاهدوك من لا يحزن من لا يحزن على الحسين مقتله فهو ضال ومن رضي بمقتله فهو فاسق وقد يكون كافرا أحد العبار لا تورطني أنت بشانك لا 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 أنا 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 اليوم يعني في تسجيل علي؟ هيو في تسجيل صوت وصوت لا معناها مشكلة اتفضل من لم يحزن ما نقول من يفرح لا من لم يحزن على سأبين الأمر تاني من لم يحزن على مقتل الحسين فهو ضال فاجر أما من فرح فهم إما أن يكون منافقا وقد يؤكم عليه بالكفر الذي يفرح في مقتل الحسين الذي يفرح لمقتل الحسين لا هذا رأي الشيخ عدمان ولا هذا رأي الشريعة لا ما رأي هذا رأي الشريعة كيف يفرح الإنسان بمقتل حبيب من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفرح الإنسان بمقتل السيد من سعادات المسلمين رضي الله تعالى كيف يفرح الإنسان فيه ذرة إيمان ذرة إيمان برجل سيد شباب أهل الجنة إذن لماذا لا تجعلون الناس تحزن؟ لماذا لا تخبرون الناس بها؟ برجلسي قنقر